حقيقي الألم نعمة؟ يعني حارتك شايفة أنه الألم أحياناً بيكون نعمة؟ أحياناً كثيرة إن لم يكن دائماً فهو نعمة إزاي بقى؟ دائماً أقول حاجة بسيطة أولاً الألم ده اسلوب دفاع رباني يعني حاجة متخيلة لو الواحد مثلاً داخل بيحط إيده في النار ولم يتألم إيه اللي هيحصل؟ هيتحرق يبقى الألم أصلاً اسلوب دفاع رباني ربنا خلقه لنا علشان نخاف ونحذر وكمان يرتفع وعينا دائماً أقول بتجيلك المشكلة، بتجيلك الحالة السيئة بتجيلك أي شيء بيوجعك على مقدار مش وعيك أعلى من وعيك عقبال بقى ما وعيك يرتفع دي فترة الألم إيه اللي بيحصل فيها؟ وعيك بيرتفع بتفهمي حاجات أكتر، بتعرفي حاجات أكتر، بتصبحي أكتر إدراكة لأشياء لم تدركيها وبتصبحي أكتر قوة حقيقة، فعلاً في الألم نعمة وزي ما دايماً كمان بنقول الإحساس نعمة فكرة إن إحنا نكون ناس بتحس بألمنا أو بألم غيرنا حتى يعني ده في حد ذاته قيمة وميزة كبيرة جداً في ناس بتحس بالألم وفي ناس لا تشعر بالألم يعني دول بتصنى فيهم إيه؟ أو بتشوفيهم عاملين إزاي؟ ولا هم بيبقوا حسين ومخبين؟ أو متجهلين، أو عندهم إنكار، أو مأجلين، وساعات دول بيبقوا مساكين قوي على فكرة لأن الألم هيجي هيجي، يعني هيجحهم لدرجة يعلنوا عنه في مرحلة تالية فدول غير اللي لا يشعروا بألم الآخرين، ده موضوع مختلف لكن اللي بيبقى عنده ألم وبينكره أو بيقول لي أنا كويس أو بيخبي، بيدري أو دبي، نتيجة صدمة معينة